محمد وهدان نتحدث كثيرا عن كرامة الميت ما المقصود بها؟ يعني كرامة الميت الميت له كرامة أولا لأنه إنسان والله سبحانه وتعالى قال في القرآن العظيم والقد كرمنا بني آدمة وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا تضيلا الموت له هيبة وله احترام والميت له تكرامة وله تكريم وهناك بعض الموتى لهم كرامة ويظهرون كرامة عندما يموتون ويوضعون في قبورهم ويمكثون سنوات طويلة وعندما يتم فتح القبر عليهم لوضع ميت جديد يجدون جثتهم كما هي لم تتغير ولم تتبدل وهناك بعض الجثاث التي طبعا أكلها دود وتحولت إلى إعظام نخرة وما إلى ذلك وهناك بعض الناس الذين حرم الله سبحانه وتعالى على الأرض أن تأكل أجسادهم ومن بينهم الأنبياء والصالحين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فهذه هي كرامات بعض الموتى هناك أيضا كرامات أخرى لهم وهي أن الموتى كما يقول ابن القيم رحم الله في كتاب الروح يقول إن أرواح الموتى تصرف من قبورها يوم الخميس المغرب يعني ليلة الجمعة تأتي الروح إلى البيت ويقول ابن القيم رحمه الله في كتابه إن روح الموتى تسأل حتى عن كل شيء حتى عن قطة البيت وتنادي الروح بصوت يسمعه كل شيء ما عدا الإنسان ولو سمعه لصائق ماذا تقول الروح تقول الروح يا أهلي يا أصحابي يا أحبابي يا جيراني لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت به لقد جمعت المال وتركته لكم تتمتعون به وهانذا أعاقب على جمعه وكنزه في أرواح بتبقى محبوسة عندما تموت وفي أرواح بتصرف ليلة الجمعة تأتي إلى البيت اللي ماتت فيه وتسأل عن الأهل والأصحاب والأولاد والجرين والعيلة وهما إلى ذلك يعني وضع الجثة دكتور محمد إذا كنا عم نقول متحللة أو الجثمين بعده مثل ما هو دلالة على أنه هذا الشخص كان ذو أعمال خيرة بحياته أو العكس بكل تأكيدها كده النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء وكذلك أيضا بعض الصالحين حرم على الأرض أن تأكل أجسادهم هذه قرامة يفعلها الحق سبحانه وتعالى لكل ميت أطاع ربه في هذه الدنيا فإذا وجدت جثته كده كما هي يبقى كان رجلا صالحا وطائعا لله سبحانه وتعالى وممكن برضو عجل تاني يكون صالح وطائع بس الأرض تأكل جسده ويبقى عظم فقط لغير هذه مسألة هي يد الله سبحانه وتعالى وفي مسائل الموت بذات يا أستاذة لازم نعي حاجة مهمة جدا أن الموت لازم فيه من الأمور الغيبية السمعيات والسمعيات لابد فيها من نص قرآني أو سنة من سنة سيدنا رسوله صلى الله عليه وسلم أو قول اللي ابن عباس رضي الله عنهما لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا له وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل جميل الدكتور محمد الشيخ أثناء خبرك وعملك بس أتكلم عن نقطة دي بشكل علمي بالنسبة للجسس اللي هي لا تتحلل هل فيه سبب علم الكدأة أو فيه بعض الأسباب العلمية أن بتقول أن الجسس لو اندفن بالشكل ده زي مثلا الدفن تحت عمق بعين دفن في الجليد التحنيط وغيره ولكن فعليا فيه جسس قابلناها بعد فترة طويلة جدا ولم تتحلل وفيه جسس تانية في نفس المكان أنه ماتت في نفس الظروف الظبط وده حاجة أنا ذكرتها في الكتاب من ضمنهم كان برضو فيه حالة مصرية لحد زوحيسية مشهورة جدا وبرضو جسسته بعد تسع شهور لم تتحلل على الإطلاق ففيه سبب علمي آه ولكن فيه حاجات يعجز العلم لم يفسرها العلم الظبط وأنا أفتكر جدا رد كبير الأطباء الشرعين وقتها قال العلم لن يسعفنا فيه تفسير هذا الوضع يعني هل ملامح الميت تضل على سيرته في الحياة دكتور من خلال خبرتكم طيب أنا ديوقتي مش بتكلم شكل علمي ولكن فيه بعض الجثث اللي أنا بشوفها ببقى مرتاح جدا للنظر ليها فيه ناس جدا مش عارفة تنزل عينك من عليهم الوجه بيكون مستدير ومضيء بشكل غير طبيعي وإحساس بالراحة وبالخشوع وانتي بصة للجسمان ده دي حالات قابلناها كتير جدا والحالات دي بالذات بحاول أسأل الأهل عن سلوكها الحياتي كان إيه ودايما أفاجأ أنه كان فيه حاجة مميزة جدا في سلوكهم الحياتي وفيه حالات تانية بنقابلها بالعكس تماما فيه حالات التعفن بتاعها بيتأخر جدا وفيه حالات التعفن بتاعها بيحصل بسرعة جدا بشكل سريع جدا فدايما أنا ليه رأي في الحاجات دي والرأي ده ما تقدرش تقوله بشكل علمي ولكن أنا مؤمن ومقتنع بي جدا وهو أن العمل في الحياة بينعكس على المثمين بعد الوفاية